وحول المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة الساحلية اطلع رئيس الوزراء على سير العمل بمشروع تنفيذ كومباوند عمراني متكامل على مساحة 707 أفدنة ويضم 40 عمارة سكنية موزعة على 14 بلوك مقسمة إلى شريحتين تضم 1320 وحدة سكنية بمساحات تتروح بين 90 متر مربع إلى 300 متر مربع كما اطلع رئيس الوزراء أيضا على أعمال مشروع دونتاون الذي يقع على مساحة 34 فدان تقريبا ويتكون من 40 عمارة سكنية كما تابع رئيس الوزراء سير العمل بمنطقة الإسكان المتميز التي تضم 40 عمارة حيث تم تسليم 45 عمارة للمستفيدين وكذلك تضم 128 عمارة سكن مصر واستمع رئيس الوزراء حول مشروع الحي اللاتيني المقام على مساحة 399 فدانا ويضم 65 مجمعا سكني بإجمالي 220 عمارة سكنية